كثير من الأزواج الجدد يشتكون من ليلة الدخلة أول ليلة في اللقاء والنبي الأكرم طبيب الأمة أعطان وصفة ميسرة فيها البركة وفيها التيسير وفيها الحسن الحصين من ذلك أن الرجل حينما يريد أن يؤتي زوجته عليه أن يتوضأ ويصلي ركعتين ثم بعد ذلك يتقدم إلى زوجته ولا يرتمي عليها كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم لا يرتمي أحدكم على زوجته كما ترتمي البهيمة على بهيمتها وليكن بينهما رسول قيل وما رسول يا رسول الله قال القبلة والكلام فلابد من المقدمات قبلة وكلام وإحساس مرهف أولا وهذا مصداق لقول الله عز وجل وقدموا لأنفسكم نساؤكم حرت لكم فأتوا حرتكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم قال العلماء ما نتقديم للأنفس يعني القبلة والكلام والملامسة والتهيئ النفسي بعد ذلك سن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أن يدعى الرجل يده على جبهة المرأة ويقول الدعاء المأتور اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه وأعود بك من شرها وشر ما جبلت عليه ويسن للمرأة كذلك أن تقول نفس الكلام تقول لزوجها اللهم إني أسألك من خيره وخير ما جبل عليه وأعود بك من شره وشر ما جبل عليه لماذا؟ لأن النفس البشرية فيها طبع كن هناك الإنسان الغضوب الإنسان الحقود الإنسان المعتدي فكل هذه الصفات السلبية تزول ولا يبقى إلا الطيب الرقيق العاطفي المشرق وبعد ذلك لما يتم هذا اللقاء لابد أن تقول في الإلاج اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لأن هذه العلاقة هي حرط وكأن المرأة أرض والرجل محرط سوف ينجب الذرية نساؤكم حرط لكم فأتوا حرطكم أن شئتم وحينما ينتهي الإنسان لابد أن يقبل زوجته بين عينيها ويهدئها فإن قدر الله وكتب بينهما مولود جاء ذاك المولود جميلا وسيما ورقيق الطبع أسأل الله تعالى أن يديم السعادة والبهجة على كل الأزواج والزوجات تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسى وشتركوا أبوني في لاشين يوتيوب